صباح الخير جميعا المنظمين الكرام العزاء الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أتقدم بالشكر الجزيل إلى المنظمين على دعوة للتحدث في هذا المؤتمر المهم الذي يركز على اللجنة البحرينية لتقص الحقائق التي أنشأت في 29 يونيو 2011 بموجب القرار رقم 28 الصادر من ملك البلاد وقد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 والنتائج المترتبة على تلك الأحداث وقد طلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث في فبراير ومارس 2011 منذ ذلك الحين وصاعدا قد شهدت انتهاكات قوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة وقد طلب من اللجنة تقديم سرد كامل للأحداث وسياقها وبصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال والتحقيق في حالات المزعومة لوحشية الشرطة والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين كما طلب من اللجنة استكشاف ظروف وملائمة عمليات التوقيف والاعتقال والنظر في مزاعم التعذيب وحالات الاختفاء والتحقيق في مزاعم مضايقة وسائل الإعلام وأساليب الضغط الأخرى المستخدمة ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة ومناقشة الهدم الغير القانوني المزعوم للمباني الدينية ووصف تورط مزعوم للقوات والجهات الأجنبية كلنا قد يعلم بأن يأتي قرار تشكيل اللجنة بعد أن تم موافقة على السماح لبعث التقص الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين في تلك الفترة ولكن جاء قرار تشكيل اللجنة وإلغاء زيارة البعثة في آنذاك الخلفية العامة عادة لجان التحقيق هي هيئات غير قضائية لتقص الحقائق تنشأ في أعقاب نزاع ما بغرض توفير السر للأحداث التي وقعت خلال فترة أو فترات معينة من الإضطرابات وعادة ما تصدر لجان التحقيق المشكلة تقريرا نهائيا لتقص الحقائق في ختام تحقيقاتها والذي يتضمن تحديد المسؤوليات وصياغة التوصيات تخول لجنة التحقيق عموما مجموعة من السلطات تبعا لسياقها وهي جميعا تشترك في التزام بالتقص الحقائق ومساعدة المجتمعات على التعافي وتنفيذ تحول ناجح دموقراطي بعد انتهاء الصراع وفي العالم شكلت العديد من اللجان من في الأرجنتين وفي الشيلي جنوب أفريقيا كوانتمالا سريليون وأهم لجنتين تشكلوا في المنطقة العربية هي المغرب التي تشكلت لجنة الإنصاف المصالحة عام 2004 من قبل الملك محمد السادس للتحقيق في حالات الاختفاء والعنف الذي ترعاه الدولة والتي وقعت على مدى فترة 43 سنة بدأت الفترة مع استقلال المغرب عام 1956 وانتهت في عام 1999 كانت اللجنة الأولى من نوعها في العالم العربي واحدة من أول لجان تأسيساً خلال فترة انتقالية ملكية لقد وزعت اللجنة ما يقرب من 35 مليون دولار من التعويضات على 9799 من الأفراد المتضررين ولكن دون الكشف عن هويات موظفي الدولة المتورطين في حوادث سوء المعاملة الماضية ما كشفوا أي اسم خلال تلك الفترة كما لم تمتلك اللجنة سلطة لإجبار الأفراد على الشهادة في أي جلسات الاستماع العامة السبع التي نظمت في أنحاء البلاد وفي تقريرها النهائي حددت اللجنة عدد الأشخاص المختفين ب742 ووصفت أساليب التعذيب التي كانت تستخدم من قبل السلطات هذه اللجنة الأولى العربية اللجنة الثانية كانت في ليبيا عام 2011 إنشأت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقص الحقائق في ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير في عام 2011 الغريب والمفارقة العجيبة رأس اللجنة السيد شريف بسيوني الذي رأس رجنة البحرانية أيضاً وأيضاً عمل في اللجنة القاضي هو أحد المفاوضين الأربعة في اللجنة الحقائق البحرينية أيضاً طلب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من اللجنة التحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي وإثبات وقاع وملابسات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت كما طلب من اللجنة تحديد الأفراد والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء ليبيا وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد المظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية في فبراير 2011 أخيراً كلفت اللجنة بتقديم توصيات لضمان محاسبة الأفراد والمسؤولين وقدمت اللجنة نتائج واقعية وعرضت توصياتها على الحكومة والمجلس الانتقالي في ليبيا هذين هم لجنتين تم تشكيلهم في العالم العربي نأتي إلى اللجنة البحرينية القرار 28 لسنة 2012 شمل القرار على 12 البند اللي صدر من الملك يتعلق بعمل اللجنة والعضاء في اللجنة وتركز عمل اللجنة في التالي هذا كان محور التركيز أولاً سرد كامل الأحداث التي وقعت خلال شهر فبراير ومارس 2011 والظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث ثانياً ما إذا كانت قد وقعت خلال تلك الأحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة ثالثاً وصف لأي أعمال عنف وقعت في بما في ذلك طبيعة تلك الأعمال وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها ويتم التركيز على مستشفى السلمانية الطبي ودوار مجلس التعاون أو دوار اللؤلاء خمسة حث حالات الادعاء بحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين بما في ذلك شمل الأجانب ستة ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال وبحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب سبعة بيان ما إذا كانت هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروعة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة ثمانية بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية وأخيراً بيان ما إذا كان هناك اشتراك إلى القوات الأجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث في 23 نوفمبر تسلم مملك البحرين التقرير وقد أشار رئيس اللجنة محمد شريف بسيوني في خطابه الذي تضمن عليه أكد في 17 فقرة الملاحظات العامة والخلاصات التي توصل لها التقرير وتوصل أيضاً أكد في أن هناك 17 توصية شملها التقرير لجان المتابعة للتوصيات سلطة التنفيذية أنشأت لجنتين في 26 نوفمبر 2011 قرار رقم 45 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة البحرينية لتقصي الحقائق هذه أنشأت في 26 نوفمبر وقرار رقم 48 الذي كان يتعلق بتشكيل اللجنة وتكون العدد أعضائها من 19 شخص يرأسهم علي صالح الصالح وقرار 9 لسنة 2012 مدد عاماً للجنة إلى تاريخ 20 مارس اللجنة الأخرى كان في 28 مايو 2012 وهذه أنشأت بقرار وزير العدم وهو سميت بلجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة وصدر على اللجنة التقرير الأولي كان في 21 نوفمبر 2012 تنفيذ التوصيات في التقرير اللي صدر في 21 نوفمبر أكدت اللجنة بأنها قامت بتنفيذ معظم التوصيات في النقاط التالية أولاً المسائلة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ثانياً تحدثت عن مبادرة التسوية المدنية مع المتضررين ثالثاً تحدثت حول إعادة المفصولين عن العمل وأيضاً في النقطة الرابعة جهود المصالحة الوطنية خمسة تحدثت ووضعت جدول حول إعادة بناء دور العبادة سادساً تحدثت عن إصلاح الأجهزة الأمنية سابعاً تحدثت عن إصلاح السلطة القضائية وثامناً تحدثت عن إصلاح القطاع التعليمي وتاسعاً الإعلام وعاشراً التعدلات التشريعية فهذه كانت هي الخلفية العامة إلى تشكيل اللجنة البحرينية للتقصص الحقائق وما نتج عنها لاحقاً من لجان متابعة أكدت بأن هذه اللجان تم تنفيذ فيها كل التوصيات شكراً جزيلاً والسلام عليكم